ترجمة نانسي قنقر وتنشر حينما نبعث فيرى الإنسان في صحيفة عمله ما كان منه وربنا يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وأعمال القلوب لها الرجحان يومئذ بدليل حديث البطاقة قال عليه الصلاة والسلام إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق ينشر له تسعة ودسعون سجلة كل سجل مد البصل فيقول الله عز وجل له أتنكر مما ترى شيئا يقول لا يا رب يقول الله عز وجل له أظلمك كتبتي الحافظون يقول لا يا رب فيقول الله عز وجل له لا ظلم اليوم إن لك عندنا بطاقة فيها أشهد ون لا إله إلا الله وأشهد ون محمد رسول الله فيقول أي رب وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فترجح البطاقة وتطيش السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء فلريب أن هذا الرجل ما كان يعتقده في قلبه من اليقين بياتين الشهادتين أو رفه أن تلك الشهادتين كانت راجحتين أو كانت بمجموعهما راجحة على كل عمل سيء قام به فأعمال القلوب لها شأن عظيم عند علام الغيوب محبتنا لله تعظيمنا لله كثرة ذكرنا لله إجلالنا لله في قلوبنا كل ذلك يورث صحائف أعمالنا من السؤدد ما لا يمكن أن يخطر على بال